طبعا السوداني ظل طول فترة هذه المفاوضات يمارس سياسة ضبط النفس لا اتجاه أبدا لأي تصعيد ولكن كما ذكر الأخ الضيف هناك تعنت أسيوبي كبير جدا جدا عدم التزام بأي مواسيق هناك إعلان المبادئ الذي لم تلتزم به أسيوبيا وسارعت في إنجاز الملأ الأول وكذلك الآن تتجه وتصر على أنها ستسهب في الملأ الثاني دون اعتبار لدول المصب حقيقة السودان ومصر رفعوا هذه المذكرة لمجلس الأمن ورموا بالكرة في ملعب مجلس الأمن ليتخذ دوره ومجلس الأمن هذا أمر ليس بالسهل مجلس الأمن ليس فقط جهة قانونية تنفذ قرارات أو تنظر إنما لها إسقاطات سياسية وليس في كل الأحوال هي تقوم بإرجاع الحقوق لأهلها وهناك قضايا يمكن عربية كثيرة عالقة تخذت فيها قرارات وما زالت معلقة وما زال هناك ظلم في كل الاتجاهات هذا الأمر يستدعي من مصر والسودان أن تستقل علاقاتها تحديدا بالدول الكبرى الخمسة الكبرى الموجودة في مجلس الأمن والتي لها أثر كبير وهذا كما ذكرنا يحتاج لجهد دبلوماسي كبير ويحتاج إلى حشد عربي كبير جدا الجهد لا يختفي فقط بدولة السودان الجامعة العربية وكل الدول العربية التي لها تأثير على هذه الدول لو شعرت هذه الدول بأن هناك موقف عربي واحد وواضح ربما لا تراجعت كثيرا حقيقة حتى هذا الأمر عندما يرفع إلى مجلس الأمن ماذا سيفعل مجلس الأمن؟ ما هو الدولة التي سيقوم به مجلس الأمن؟ سيكون هناك دعوة للدول الثلاثة السودان وأثيوبي ومصر للجلوس للطاولة المفاوضات والاستمرار في التفاوض دون تجاوزات ومحاولة ثني أثيوبي عن المضي في الملء الثاني لما يسبب هذا الملء من ضرر للسودان ومصر كذلك ترجمة نانسي قنقر